اشتركوا في القناة بفوز صعب على موزنبيق بعد شوط أول سلبي أما صحيفة اليوم السابع فقالت منتخب الجزائر يتغلب على موزنبيق والملعب مشيرة إلى أن لاعبي منتخب الجزائر عانوا كثيرا من سوء أرضية الملعب حيث تعرضت ثنائي عيسى مندي وإسلام سليماني للإصابة قبل مرور 20 دقيقة من الشوط الأول نتيجة دفاع لاعبي موزنبيق بجانب حالة أرضية الملعب المتباضعة وقال موقع أرامسي بالفرنسية إن الجزائر تحقق الفوز الثاني لها في التصفية أمام الموزنبيق أما قناة العربية فكتبت الجزائر تواصل انتصاراتها في تصفية كأس العالم بفوز في الموزنبيق صحيفة الإمارات نيوز قالت إن منتخب الجزائر يحقق فوزه الثاني في تصفيات المونديال وهو نفس ما أشار إليه موقع النهار حينما كتب يقول المنتخب الوطني يطيح بموزنبيق ويحقق ثاني فوز في تصفية كأس العالم أما جريدة الخبر فاكتفت بكتابة عنوان فوز ثمين للخضر أما موقع وين وين القطري فكتب مقالا بعنوان الجزائر تتخطى موزنبيق وتتصدر مجموعتها في تصفيات مونديال 2026